اشتركوا في القناة كل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد يا جيد لعلاج الأسنان العمليات الصغرى وتقليم الأظافر وحلاقة الشعر الساعة 21 دقيقة بعد الظهر القمر بانتقل وبصير في منزلة البطين وهي جيد لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد طبعا القمر موجود في برج الحمل زي ما حكينا وتأثيره لما بكون موجود في برج الحمل على جميع الأبراج في هاي الفترة بنشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أن نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك وإدخال تعديل على قصة شعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفاكية طبعا عنا أربع زوايا اليوم أول زاوية هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين عطارد وهاي راح تكون في تمام الساعة وحدة بعد منتصف الليل يعني تعتبر صباحا منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وصرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي راح تكون في تمام الساعة خمسة وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل في هذا اليوم أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية بطيئة هي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين المشتري وهي راح تكون في تمام الساعة وحدة وسبعة وثلاثين دقيقة بعد الظهر بتعزز الشعور أو بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في ذلك أما بالنسبة لدوليا فهي بتدل على مشاكل مالية تتعرض لها المؤسسات المالية والبنكية في بعض البلاد بسبب البذخ والمصاريف والتبذير وسوء التدبير كما تعرف الميزانية التجارية في هذه الفترة بعض العجز التجاري الخارجي بسبب التباين الكبير بين قيم الصادرات والواردات أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة 2.18 دقيقة عصرا منصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤنا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية طبعا بما أن القمر موجود في الحمل فخلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد 9.05 رح يبدأ في تمام الساعة 10.49 دقيقة مساء وبيستمر حتى تمام الساعة 11.45 دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر لبرج الثور أما بالنسبة لعمر القمر انحصار الهلال 26 يوم في تمام الساعة 1.10 دقائق صباحا بيصبح 27 يوم نسبة الإضاءة 15% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى 25 منتحسة بنسبة 40% القمر في الحمل حتى يوم 9.05 سعيد بنسبة 15% عطارد في الجوزاء حتى يوم 29.05 سعيد بنسبة 60% الزهرة في الثور حتى يوم 9.05 منتحسة بنسبة 15% المريخ في السرطان حتى يوم 11.06 سعيد بنسبة 30% المشتري في الدلو حتى يوم 13.05 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23.05 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% أما نبتون في الحوت حتى يوم 25.06 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجذب يتراجح حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ثقاتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط وبتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم حان الوقت لحسم الأمور العالقة ممكن تسمع جواب كنت بتنتظره أهم إش أنك تتحرك وما تنتظر أنها تجيك الفرصة لعندك حاول أنك تذهب بحث عنها وما تضيع الوقت وهاي الفترة تعتبر بداية جديدة برج الثور يوم بيطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم حاول أنك تهدئ الوقت ومعني ممكن تتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وتشعر ببعض الخيبة بتظهر خلافات أو التباسات طباعك متقلبة ومزاجك متعكر أهم إش أنك ما تخالف القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع برج الجوزاء بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن تشارك في حفل أو مناسبة سعيدة بتقدر تعبر عن آراءك بحرية وجراءة بتنقذك سرعة البديهة من الواقف المحرجة وبتسكنك أحسيس متناقضة لكن هذه الفترة مناسبة للتحالف ولمد يد العون للزملاء برج السرطان بتظل الفرصة متاحة لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بإثبات جدارته للمسؤولين وبيحافظ على إنجازاته القائمة حاول أنك تبرر كلامك وتوضحه بشكل جيد كون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو اتصال بأحدهم بتكون الظروف داعمة لأفكارك وممكن تهتم اليوم لبعض الاتصالات والمشورات وحاول أنك تكون حذر شوي أنك ما تكون مهمل وما تترك انطباعات سلبية برج الأسد بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة أو مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة حاول أنك تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة والاختبار تجارب مختلفة بتشعر بالاعتزاز والفخر حاول أنك ما تستسلم وما تردخل شروط ما بتناسبك حاول ورضو أنك تناقش بمنطق برج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب للأصلة بشراكة أو تعويض بيتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة كون متفهم لأوضاع الآخرين ولأراءهم واتجنب الكلام الجارح وكون دبلو ماسي برج الميزان بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بتكثر عندكم الواجبات وبتتزامن وممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت حاذر من التراجع الصحي ما في خوف عليك أكيد يعني بس حاول إنك تتبع الإرشادات والتعليمات وتجنب المشاكل وما تتصلط برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل بتجدوا تعاون اليوم من الزملاء نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قسط من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة ولكن هذا ما بيعني أن المرحلة رح تكون سهلة بتكثر الواجبات وبتتزامن ومن الحكم عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة وحاذر من المشاكل الصحية برج القوس ابتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معاهم هاي فرصة مناسبة للمصالحة وللتسوية وكذلك للتعارف والارتباط اليوم عندك نشاطات متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استعاب الأمور ممتازة جدا وهاي الفترة تعتبر فترة إيجابية فحاول أنك تستغلها برج الجديد ابترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة ممكن اليوم تحتاج المسائل الخاصة والعائلية لمناقشة ابتظهر بعض الضغوط والمتاعب والمعاكسات ولكن حاول أنك ما تتعرض للمحاسبة يعني من خطأ أو سوء تدبير وممكن للفترة هاي تحمل لك نوع من أنواع التحديات أو الاستفزاز برج الدلو ابتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح وهاي الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات ممكن اليوم تنجح في طرح موضوع حساس وتقدم على عمل مهم بيلفة الأنظار والإعجاب برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي أو مستردات مالية ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية ممكن اليوم تقدم على إنجاز أو تناقش سفقة أو اتفاقية اعمل بجدية نظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة هيك من كنا انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء